اشتركوا في القناة بالإضافة للدرس الأول في الواحدة الثانية درس البيئة الساحلية أول درس في البيئة الساحلية هخلص معاك إن شاء الله النهاردة درس ثورة يوليو وطبعا عندكم الفيديوهات بتاعة دروس شهر إبريل بالكامل موجودة على القناة اللي حب يشوفها وبإذن الله في الحلقة اللي جاية هجمع لكم أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان شهر إبريل إن شاء الله تعالوا مع بعض نكمل درسنا خدنا في الدرس اللي فات أسباب ثورة 23 يوليو ومبادئها وإنجازتها نتعرف بعد الوقت على العدوان السلاسي على مصر عام 1956 هو اسمه عدوان سلاسي ليسا مو عدوان سلاسي لأن شاركت فيه تلات دول إنجلترا وفرنسا وإسرائيل يبقى الدول المشاركة في العدوان كام تلات دول عشان كذا سمنا إيه عدوان سلاسي مهم أنك تعرف طبعا أسماء الدول إنجلترا وفرنسا وإسرائيل طب ده كان إمتى كان في أكتوبر 1956 طب إيه أسباب العدوان؟ كل دولة من الدول دي كان لها السبب اللي دفعها أنها تشارك في العدوان على مصر بالنسبة لإنجلترا وفرنسا كان السبب هو إعلان مصر تأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956 فاكرين من إنجازات ثورة يوليو وده كان من إنجازات السياسية إن مصر أميمت شركة قناة السويس طيب هذا التأميم للقناة خسر بريطانيا وفرنسا اللي كانوا بيحتلوا القناة أو كانوا بيديروا القناة وبيحصلوا على أرباحها بشكل كبير جدا خسرهم مبالف كتيرة فلذلك قررت إن هي تنتئم من مصر ومن المصريين وتشارك في العدوان السلاسي على مصر كمان في سبب آخر أدى إلى اشتراك فرنسا في العدوان السلاسي وهو مساعدة مصر لثورة الجزائر مصر كانت بتساعد الثورات التحررية في الدول العربية ومن أكتر الثورات اللي ساعدتها كانت ثورة الجزائر وكانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا فاحنا ساعدنا الجزائريين في الحصول على الاستقلال وخروج فرنسا منها لذلك فرنسا قررت برضو انتقاما من مصر إن هي تشارك في العدوان أما بالنسبة بقى لإسرائيل فكان سبب اشتراكها هو إن مصر في الوقت ده حصلت على صفقة أسلحة سوفيتية صفقة أسلحة من الاتحاد السوفيتي اللي هو دولة روسيا حاليا لتقويت الجيش المصري وكان هدف إسرائيل إن هي تقضي على الجيش المصري قبل استكمال قوته لأن معنا إن الجيش المصري يبقى قوي فده خطر كبير بيهدد إسرائيل وبيهدد وجودها في المنطقة العربية عرفنا كده أسباب اشتراك الدول التلاتة اللي شاركت في العدوان السلاسي على مصر طب إيه طرى بقى نتائج العدوان هل الدول دي نجحت في تحقيق أهدافها؟ لا فشل العدوان السلاسي على مصر الدول دي ما قدرتش إن هي تهزم مصر ولا تحقق أهدافها في القضاء على الجيش المصري والسلاسي في كده إيه؟ هو تلاحم الجيش والشعب والقيادة السياسية لصد العدوان يعني الشعب والجيش قدروا إن هم يكفحوا هذا العدوان ويصدوا هذا العدوان الغاشم على مصر ونجحوا في ذلك وهنا بيبلنا أهمية تلاحم الجيش المصري مع الشعب المصري إن الاتنين يبقوا إيد واحدة في صد أي خطر بتتعرض له البلاد تمام؟ في الحالة دي طبعاً هتبقى الدولة قوية وتقدر إن هي تصد أي خطر عليها لكن لو حصل انقسام بين الشعب وبين الجيش في الحالة دي الدولة هتضعف وتقدر الدولة المعتدية إن هي تحقق أهدافها السبب الثاني هو تضامن الشعوب العربية بجانب مصر كمان الدولة العربية ووقفت معانا وسعادتنا زي ما احنا وقفنا معاها فترة سابقة وساعدناهم في الحصول على الحرية والاستقلال هم كمان وقت الشدة ووقت أزمتنا ووقفوا بجانب مصر وساعدونا وأيدونا وكانوا بيمدونا بالعديد من المساعدات معارضة الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا حالياً زي ما قلتلك للعدوان وتهديده بالتدخل العسكري لصالح مصر يعني الاتحاد السوفيتي في الوقت ده كان بيساعد مصر وكان بيمدها بالسلاح وكان بيهدد كمان الدول اللي شاركت في العدوان علينا إنجلترا وفرنسا وإسرائيل إنه هما لو ما انسحبوش من مصر إنه هو هيشارك في الحرب مع مصر ضدهم وطبعاً روسيا أو الاتحاد السوفيتي دولة قوية فوجودها مع مصر ضد هذه الدول كان يعني هيمس الخطر كبير عليهم لذلك قرروا إنه هما ينسحبوا من أرض مصر يبقى فشل العدوان السلاسي على مصر دلوقتي على العدوان الإسرائيلي على مصر عام 1967 واللي احنا بنتلق عليه النكسة نكسة 67 الأطراف المشاركة في هذا العدوان هي إسرائيل ضد مصر بس اللي كانت بتساعد إسرائيل وتدعمها بالمال وبالسلاح هي الولايات المتحدة الأمريكية تاريخه هو 5 يونيو 1967 سبب العدوان ليه إسرائيل قامت بالعدوان على مصر؟ ليه إسرائيل حربة مصر؟ بسبب رغبتها في القضاء على زعامة مصر للعالم العربي نتيجة لنجاح مصر في منصرة حركات التحرر الوطني في أسيا وإفريقيا مصر هي زعيمة العرب وهي رمز القوة العربية طول ما مصر قوية تبقى الوطن عربي قوي فعلشان نقدي على قوة العرب لازم نقدي على مين؟ لازم نقدي على مصر ولذلك إسرائيل قررت أن هي تقوم بهذا العدوان للقضاء على الجيش المصري اللي هو بيعتبر رمز لقوة مصر تمام؟ وتحقق الهدف اللي هي فشلت في تحقيقه في العدوان السلسي طب إيه هي نتائج العدوان الإسرائيلي على مصر والدول العربية؟ خد بالك أن العدوان ده ما كانش على مصر فقط ولكن كان على دول عربية أخرى غير مصر كان على سوريا وعلى الأردن وفلسطين النتيجة المترتبة على هذا العدوان هو هزيمة مصر واحتلال إسرائيل لكل من شبه جزيرة سيناء والدفة الشرقية لقناة السويس من مصر وهدبت الجولان من سوريا والدفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية من فلسطين وقادي خريطة هي بتوضح لك الأجزاء اللي إسرائيل قدرت أنها تحتلها خدت كل أرد سيناء شبه جزيرة سيناء دي كلها إسرائيل احتلتها في عدوان سبعة وستين بالإضافة للدفة الشرقية لقناة السويس يعني هم أصبحوا المسيطرين على قناة السويس من جهة الشرق تمام؟ وخدت كمان هضبت الجولان في سوريا الجزء الجنوبي من سوريا هنا هضبت الجولان وأيضا خدت الكدس الشرقية من فلسطين بالإضافة إلى الدفة الغربية لنهر الأردن يبقى كانت هزيمة طبعا سقيلة جدا على مصر والعالم العربي في تلك الفترة هل مصر استسلمت للهزيمة؟ لا طبعا مصر لم تستسلم وقامت بإعادة تنظيم وتسليح وتدريب قواتها لمسلحة وده طبعا ظهر في حرب أكتوبر سنة 1973 وده اللي هنشوفو إن شاء الله في الدرس الجاي احنا خلصنا درسنا النهاردة هنشوف بقى الأسئلة اللي على الدرس اشترك في العدوان السلاسي على مصر كلا من طبعا هنكتب هنا الثلاث دول هنكتب إنجلترا وفرنسا وإسرائيل كان العدوان الإسرائيلي على مصر بدعم من إيه؟ من الولايات المتحدة الأمريكية سؤال التاني بما تفسر قيام ثورة يوليو؟ بنكتب هنا أسباب الثورة وهنا فشل العدوان السلاسي على مصر برضو بنكتب أسباب فشل العدوان هسيب لك السؤالين دول تكتبهم أنت ويجيب ليك كده خلصنا درسنا النهاردة أتمنى يكون الدرس سهل ويكونوا في متو إن شاء الله في الحلقة القادمة هيكون في أسئلة على المنهج المقرر في شهر أربعة هل أجمع لكم فيها أهم الأسئلة بإذن الله المتوقعة في الامتحان انتظروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته